وهذا كان مقتطف من مسرحية المتحف إنتاج مسرح خشبي عمل يعتبر صعب نرحب بس بطاقم العمل في خشبي هنري أندراوس وخلود باسل يعطيكم ألف عافية مباركة المشاركة وفعلا شيء مشرف وخبر عظيم ومبروك البرنامج اللي جديد بارك فيك يا خلود شكرا بارك فيك ما بعد المباركات المتبادلة لابد أن نعرف أكثر عن عمل المتحف يعني العمل أنتج وحصد بعض العروض في البلاد وخارج البلاد وبعدها فاتت كورونا وكل الدنيا توقفت خلود هيك أرزدين شوي عن ملامح العمل بشكل أساسي وبعدها نسمع من هنري المتحف هو نتاج بحث استمر لمدة سنتين عمليا بحث حوالين مفهوم التطرف معنى التطرف أيش معنى التطرف لما يطلع من فرد ومعنى التطرف لما يكون قبل يعني من مؤسسة وعمليا المتحف هو حوار بين سجين معتقل ورح يكون رح يعدم بعد أكم من يوم والسجان طبعه أو عمليا تعالوا نقول أول من أدم لقاه بهاي المؤسسة اللي هي السجن ودار معا حوار هناك لعبة الموت والحياة يعني كأنه الساعة الأخيرة أو الأيام الأخيرة كانت بمصرحي المتحف شوقتيني أكتر لأنه أنا من الأشخاص اللي ما سنحت للفرصة أنه أكون بالعروض يعني في حينه بس هيك هنري شاركت بكتير أعمال اللي كمان كان إلها مشاركات حول العالم بمهرجنات وما إلى ذلك خصوصية المتحف بنظرك كممثل كفرد من هذا العمل كيف تتطلع عليه؟ عمل جدا خاص كمان بالبصريات تبعته بشكل خاص وكمان بالموضوع تبعه لأنه بتناول موضوع كتير خاص مفهوم التطرف ومش بشكل سطحي بشكل كتير عميق لأنه بحفر بقلب هاي المنطقة على مستوى زي ما حكت خلود على مستوى النظام السيستيم العام وعلى مستوى الفرد وقدش ببين الموت لما يطلع من السيستيم كتير إليجاند كتير حلو ببين لطيف معجرافة بالضبط دايما منقول وقديش لما يطلع من الفرد ببين مع دم وسكيني ودبح الناس اللي حضروا المتحف هنري وخلود يا إما حبوا كتير بطريقة المعالجة والعمق يا إما تعبوا كتير من صعوبة المشاهد وكأن المسرح وظيفته يكون لهذه الدرجة حاد يعني بنقاش التطرف بالأساس خلود طلع أنا بفكر أنه إحنا كلنا مرأنا فترة كلنا كبشرية مرأنا فترة كتير حادة وكأنه بتمخول العقل تبعت أنه أنه عم بيصير في تسميات جديدة لمعنى قتل وكأنه إحنا عم من منطقها بيصير في منطق للموضوع وبالأساس لا هاي منطقية ولا هاي منطقية جزء من المسرح ككل يعني أنا بقول المتحف مش هو المسرحي الوحيد اللي عملته خشبي أو اللي عمله المسرح الفرنسي أو اللي بيكون بالمسرح ككل بس التعددية دايما بالإنتاج هي اللي بتنطي الكونترا للبشرية كلها ياتها يعني مراي مراي لا إحنا شو عم نكون والمتحف هي جزء من هاي المرأة هي فسيف وساء يعني هي شقفة من فسيف في وقت ساء كبيرة لما حكا هنجي عن البصريات وقداش بتاخد حيز من من عرض المتحف فاف واللي بيحتر يعني لا يمكن التغاضي عن عدة مشاهد أو طرق كيف نعرضت يعني ما كانش مسرح تقليدي ولكن النص أيضا كان قوي بحد ذاته وحصل جوائز قبل حتى ما نشوفه كصورة فبحب أن نذكر لمشاهدين أيضا أنه النص المتحف كان في بلجيكا من خلال قراءة مسرحية بس كان في حصد لجوائز أفكر أنه كان في أمريكا بأمريكا بأمريكا كانت ورشي اللي احنا طلعنا فيها لتطوير النص طبع العمل طلعنا طاقة من العمل وكان معنا دراماتورج ريسيرتشر باحث المخرج الممثلين وكلهاتنا كفتنا على ورشة عمل بشكل مكثف لمدة أسبوع وحبه عشان لتطوير النص هيك دائما تقريبا منشتغل بخشبي وبشكل خاص بالمتحف في اشتغلنا باية طريقة كمان أنه احنا منفوت لورشة منكتب منفوت لورشة منكتب وهلوم مجر عشان تصل للصيغة الأدق حتى من ناحية من ناحية لغوية من ناحية من ناحية من ناحية أفعال مسرحية كيف تتناول هاي شو الpoint of view منين الزاوية اللي بدك تاخد فيها هاي المنطقة من المسرحية عم بحكي بشكل عام بتأمل ما يكونش معقد اللي عم بحكيه بس هيك بالأساس منشتغل ولقى كتير ردود أفعال جميلة وبخارج البلاد لبس مجرد قراءته وبما أنه عم نحكي عن هاي التفاصيل خلود يعني مصطفى ذكر البصريات عم نحكي على النص كمان ونسمع من هنري هاي التفاصيل وكأنه هاي كعناصر ومعايير يمكن اللي عن جد بتخليه اليوم كأول عمل فلسطيني شارك بمهرجان أفنيو الفرنسي معايير إضافي اللي برأيك يعني أعطته هاي المكاني هذا الثقل كعمل مصرحي هو فعلا بالإضافة للنص اللي هو يعني بالنسبة للي بعد ما تبلور النص بالنسبة للي كفرد وكمتلقي تعالي نقول أو كمتذوق نص ومصرح وأدب كان بالنسبة للي هذا بقدر يكون piece of art لحاله يعني بقدر ينكتب بكتاب وتقراء وكل شيء تمام بتحس منيح مع الموضوع بس كمان لما أجينا نمسك النص نحطه على منصة كان السؤال الأساسي كيف ما نعمل تعال نقول يعني النص يحكي إيش وإيش أنت عم بتشاهد يحكي نفس الشي يعني كان لازم يكون كأنه عشان هل قد العمل النص كان هل قد دقيق كان لازم يكون قيمة مضافة أنه عم بطلعها منصة أنه ليه أنت عم بتشوف كيف بدك ضفله كمان مستوى بالضبط هاي يعني بالضبط زي يعني لما تقرأ رواية ممتازة وبتحضرها بفيلم تعطيها بوعد إضافي بالضبط لازم يكون في قيمة مضافة لأنه عم بتترجم على منصة فعمليا كانت إحنا استعملنا تقنيات تعال نقول هي ليست جديدة بس إحنا تعال نقول جددناها باللغتنا بخشب اتطورت أو تعال تحددت بمصرحية المتحف كان في فيديو آرت موسيقى اللي سواها النهاد عويداتو عن جد كانت موسيقى رائعة خصوصي للمتحف اللي أنت تعال نقول هيك صعدت كل المعنى البصري للعمل كانوا تجربة كاملة حسية بتعيشها في المصرح على الأمس هنري لماذا لا يعرف أفينيو أو غير مده مطلع على مهرجانات المصرحية أو للعالم لماذا مهم هذا المهرجان الفرنسي أفينيو مهرجان أهم مهرجانات العالم هو مهرجان إيدنبرا ليش مهم فرض نفسه على الساحة الفنية بشكل خاص هاي دورته الـ 75 الـ 74 من عملتش نتيجة الكورونا هناك بيكون لقاء كل المصرحيين من العالم لمداولة لشو عم بفكروا هذول الأشخاص بهذه الفترة يشوفوا كيف الأشياء بتترجم على منصات ويأخذوا ويعطوا يشوفوا شو عم بيصير بالعالم حواليهم المصرحيين بالأساس الأدباء الكتاب مخرجين ممتلين وهو يعني إذن لأنه الناس أقرب على السينما يعني هو يضاهل كان في السينما مهرجان كان في السينما هو هيك يعني هو هيك المصرح يعني زي ما تقول وصلت يعني خلينا نقول لأبعد ما يمكن الواحد ممكن يطمح له فهو أسأل إسه شو بعدين شو بعدين بس عن جات شو بعدين ومهرجان أنا مشكلتي بعرفش أحد يعني بعرفش أصل لإيش يقول يا يا وصلنا وخلاص وإسه بتصير تسأل إذا ما سمتعتش بالخطوات اللي عم تأملوها عم تفكر المتحة الكبيرة خلنا أقول بدي أضيف شغلة بس لو سمحتو أحلى إشي كان بالوصول لمهرجان أفنيو واللي هو يعني كمان بدأقول إنه فيه إشي عظيم فيه إذا بنحكي على شو بعد ياريت يكون عندنا مهرجان اللي تعال نقول مدينة حيفا مرة بالسنة سكانها بطلعوا منها بأجروها لفنانين وكل المعمار الجميل بصير منصات فنية نحن تشحى زيما هذا المشهد نحن تشحى عظيم هذا المشهد بس ترجع بعد بشائر بس على سيرة شو بعدين بجملة أخيرة خلود يعني أنا اللي زي بالبلاد ومش مسافر إلى برا وين ترح تحضر المتحف كما مرة جولته إحنا بس إسا بلش نحس أنه عم ترجع الحركة الثقافية المسرحية فيه شهر عشر المتحف جميل إحنا ما رجعنا دغري لأنه خشب يشغل بمواسم فإحنا يعني كنا نفتح هذا الموضوع قررنا أنه ما نفتح دغري بعد ما فتحت الأبواب عم نشغل على عمل جديد اللي كمان المتحف رح يعرض فيهر عشرة والعمل اللي جديد اللي عم نشغل عليه رح يعرض بمص 22 وإحنا بالانتظار قالت خلود ياريت يكون أنه مهرجا فلسطيني بمستوى أنا بقول أنه مصرح خشبية المستقل من قلب حيفا عم بطلع بمستوى رائع جدا عم بتقدمه عمال يعني بتوصل للعالم بأجمل لغة ممكنة خلود باسر وهنري أندراوس وبشار مرقص ومجد الأخوري وكل طاقم الإنسامبل وأيضا شهد بدناش ننسى يعطيكم شكرا لكم رمضان كريم شكرا